العراق يراجع إجراءات استيراد الإلكترونيات وهذا على خلفية ما حصل من تفجيرات لأجهزة الاتصالات البيجرز مؤخرا في لبنان برأيك سيد الكريمة ماذا احتمالية أن يعاد هذا السيناريو على الأراضي العراقية وعلى أي نوع من الأجهزة؟ يعني ما حدث في لبنان ممكن أن يحدث في أي منطقة وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط أو في مناطق التي تختص بما يسمى محور المقاومة لا شك يجب الحكومة العراقية أن تتخذ من هذه التجربة ويجب وضع كافة الاحترازات الأمنية لمنع تكرارها في العراق لا شك الأجهزة كلها ممكن أن تحدث اليوم أنا شفت عدة كثير من التصريحات التي تتكلم أنه ممكن أن تصير فقط على أجهزة البيجر أو فقط أجهزة لاسلكية لا أنا أقول كل الأجهزة كل الأجهزة ممكن أن تحدث فيها زرع للمتفجرات ويمكن استخدامها استخدام كعبوة صغيرة متنقلة أو موجودة داخل البيوت خوفنا من دخولها بطرق غير رسمية اليوم العراق ليس مسيطرة على الحدود كله يعني أكو خرق أكو تهريب وهذا شيء واضح وأفضل مثال هو مثال المخدرات فاليوم هذه الأجهزة ممكن أن تمر ممكن أن تعبر عن طريق التهريب عن طريق وساطة هذا اللي ممكن يجب أن تتخذ به الإجراءات الحكومية لمنع هذه الحوادث من أن تحدث لا يمكن حصر هذه الحوادث العملية التي حدثت في لبنان لا يمكن حصرها فقط في الهوكي توكي وأجهزة البيجر بل ممكن أن يستخدم أي حاسوب أي لابتوب أي هاتف تليفون أي تلفزيون ذكي داخل المنزل ممكن هو أن يصبح عبوة ناسفة تنفجر في أي لحظة في حال تم زرع في هذه الحالة يا سيد سيف علينا أن نعود إلى العصور الحجرية التي لا توجد فيها أصلا أجهزة كهربائية ولا حتى كهرباء ولا أجهزة إليكترونية حضرتك تذكر بأنه جميع الأجهزة من الممكن أن تتعرض للاختراق السبراني إذا كانت إجهزة الآيفون أجهزة لاسلكية بصمة دوام موظفين الصيرفة الراديو تلفزيون لابتوب نظام الطاقة الشمسية وحتى جهاز الثرية يعني كيف بإمكان الحكومة اليوم أن تعمل على إطلاف أو سحب هكذا أجهزة من كل البيوتات العراقية وليس من الفصائل المسلحة فقط أو من الأماكن الأمنية ما دمنا يا سيد سيف وهذا ما يقال ما دمنا نستورد التكنولوجيا من الغرب فبالتأكيد نحن معرضون للخرق السبراني بأي وقت كان فرق بين ما يتحدث به الإعلام من خرق سبراني وبين تجهيز الأجهزة الألكترونية بمتفجرات هذا عمل مخابراتي مختلف عن ما تتكلم به ستمعات اليوم أنا اللي تكلمت بي قلت أي جهاز ألكتروني ممكن أن يدخل فيه الأنترنت أو الاتصال أو أي شبكة من ضمن شبكات الراديو ممكن تدخل فيه نظامه ممكن أن يكون عبوة متنقلة إن توفر زرع المتفجرات بداخله لهذا أقول مسك الحدود مسك المطارات المنافذ الحدودية أقول العقود التي تدخل يجب فحصها بهذه الأجهزة من خلال أخذ مسحات خاصة بالمتفجرات بالكيناين أيضا وأيضا استخدام الأجهزة السونار لمعرفة هذه الشحنات هل فيها مواد متفجرة أو لا بالإضافة يجب التدقيق بعقود هذه الشركات التي تستورج ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة